ما بعده؟ أبو جبل، الشناوي، شريف إكرامي أحسن، حارس مارو ما في مصر حالياً ثلاثة جمدي أديني واحد بالنسبة لك أفضل واحد حلال محمد الشناوي محمد الشناوي ما الذي حصل لأبو جبل بعد دكاس أفريكا الأخير؟ ما له؟ حصل يمكن دروب في المستوى بعد البطولة ما بقاش مستوى زي المستوى الزهر اتغر وشاف نفسه؟ لا، ما قدرش أقول لك أنه هو اتغر ما قدرش أحكم عليه الحكم دوت لأنه مجابة خبرة كبيرة جداً يعني ما أعتقدش يعني الكلام دوت للعيبة الصغيرة بكلمة اتغر وما اتغرش ولكن ممكن تشغل بعقده مع الزمالك والأكراف؟ طبعاً ممكن تشغل بعقده كلنا سمعنا أنه رايح النصر وكان مضى في النصر وبعد كده الديل مكملش فيعني الناس حتى في الناس زه ملك زعلته وقالوا أنه ليس يبقى أبو جبل فممكن تكون الفترة دي كلها أثرت على مستوى أبو جبل شريف إكرامي طبعاً أنا قعدت معه سنين في النادي العلي وحرس مرمى يعني محترم جداً وقعد فترة حتى بعد ما ميشي من النادي العلي ولفكرة من الناس اللي مشت من النادي العلي بيحترام جداً برضو واشتغل مع بيرامتز كويس قوي قوي لفترة الأولانية ولكن يمكن الفترة الأخيرة ممكن ما بقاش بياخد كتير بعد رجوع أحمد الشناوي فأثناء الفترات دي شايف أن محمد الشناوي هو اللي محافظ على مستوى بنسبة كبيرة جداً جي فترة قليلة قوي برضو مستوى كان نزل فيه ولكن أنا عارف أنه كان في حاجات تانية شغلة باله وكان بمعدي بأوقات صعبة فلا محمد الشناوي هو الأحسن ومن الأحسن في أفريقيا كمان محمد الشناوي اللي بات